مرحبا وشكرا لتابعتكم تاك ميشن اليوم عشر نصائح للي حابين يسافروا تحديدا يسافروا عما ناطق فيه حياة برية لتصوير الحياة البرية بالفوتو وبالفيديو النصائح هي نصائح عامة إلى علاقة بأنك تكون جاهز للتصوير إذا مهتمين بنصائح تفصيلية عن إعدادات الكاميرا بنعملكم فيديو تاني وكل شيء عليكم إنكم تحبطولي بالتعليق التحت إنكم مهتمين تابعونا فإذا عشر نصائح للسفر لتصوير الحياة البرية وخلنا ندأ مباشرة بالنصيحة رقم واحد نصيحة رقم واحد أحمي العدة تبعتك أحمي الكاميرا والعدسة نحن مسافرين لتصوير الحياة البرية يعني بأغلب الأحيان الكاميرا اللي معنا هي كاميرا غالية وبأغلب الأحيان العدسة اللي معنا هي عدسة غالية ممكن تكون غالية يعني بألفين أو ثلاثة آلاف دولار مثل الصوني 200-600 جي ممكن تكون بـ 12-13 ألف دولار مثل أي واحدة من الـ Prime 400 أو 600 يعني سواء جي ماستر ولا لـ Canon ولا لـ Nikon ولا لأي علامة تجارية أخرى فإذا الجير اللي عنا كتير غالي لحتى نحميه لازم نتبهها كتير تفاصيل أول شي حتى لو معي عدسة وحدة وكاميرا وحدة لازم أخذ الشنتة تبعتي معي وخليها بالـ Jeep أو بالـ Land Cruiser اللي أخذها على السفاري تاني شي لازم الكاميرا والعدسة يكونوا بإيدي ماسكم بإيدي يكونوا جوا الشنتة ليش هيك؟ لأنه بأي لحظة من اللحظات وانت بالسفاري ممكن تنطط السيارة الـ Land Cruiser اللي أنتوا راكبين فيها ممكن تنطط ممكن تصحط ممكن يصير أي شي أي خط خضاء هذا الشي بيخطخض الكاميرا وممكن يعرض الكاميرا أو العدسة للخطر نصيحة أخرى وأنا شفتها كتير مهمة لما كنت بـ Masai Mara اللي هي حاول أنك تقلل عدد مرات تبديل العدسات قدر لإمكان هلأ مرات تكون السيارة واقفة بدك تاخد لاندسكيب بتشيل التليفوتو بدك تحط عدسة لاندسكيب لح تتصور صورة حلوة للمنظر طبيعي ممكن محتاج أنك تبدل العدسة كتير مهم هذا الشي تعمله بس كتير مهم تعمله بالوقت المناسب يعني ما تبدل العدسة والسيارة عم تمشي وكيكون في غبار متطاير حصائية شي يدخل على السنسر ما تبدله وانت بظروف مانا مريحة عم تمطر الدنيا أو في هوى كتير أو شي من هذا النوع ما تبدل حتى لو خسرت شط كتير مهمة ما تبدل العدسة واحمي عدستك واحمي كامرتك باختصار لازم يكون بالك دائما مع العدية تبعتك اللي انت مسافر فيها لانه العدية بالعادية هي أول شي هي أساس انك تاخد صور حلوين وتاني شي عادة بتكون غالية بتصوير الحياة البرية وكتير مهم انك تحافظ عليها مننتقل هلا للنقطة رقم اثنين الشي الوحيد الاهم من العدية أثناء تصوير الحياة البرية هو انت ولذلك النصيحة رقم اثنين حافظ على صحتك انت حافظ على صحتك انت بالدرجة الاولى بتعني شراب مي كتير في كتير ناس بيقولك انه لا مرح اشرب مي كتير لانه أنا بسفاري وباللاندو كروسر ورح اقلحرج اذا بدي انزل يعني اذا اضطريت انه ادخل على الحمام او شي وما في حمام بالحياة البرية يعني فرح كون محرج فخلني ما اشرب مي كتير لا لا اشرب مي كتير والشرب مي قد ما فيك واكتر ما فيك لانه الحفاظ على مستوى السوائل بجسم كتير كتير مهم وبالنسبة الدخل على الحمام متعودين يعني عادي كل الناس بيروحوا سفاري بيروحوا بالبرية الدليل تبعك دائما بيوقف مكان مناسب لها القصص بتتصرف وبتدبر حالك لكن كتير مهم انك تشرب مي كتير النقطة التانية انك مهم تاكل طبعا بالسفاري بيكون في خيار واحد للاكل ممكن انك تاخد معك انت اخد معك شيبس بيسكيتس شوكلت اي شي انت بتفضل انك تاكله خيار الغده ممكن يعجبك ممكن ما يعجبك كله بكل الاحوال لازم تاكل لازم تحافظ على صحتك لانه انت طالع من 6 الصباح ما رح ترجع لستين مساء كتير ضروري انك تاكل وتشرب لحظة تحافظ على صحتك ايضا كتير ضروري انك تستخدم طارد للحشرات لانه كتير وارد انك تنقرس او يصير اي شي يعني كتير مهم هذا الشي والنقطة الاخيرة بالحفاظ على نفسك انه دائمين وابدا تسمع كلام الجايد تبعك ابدا ما تحاول تخالف كلام الجايد لانه انت بحثم انه والله في صورة كتير حلوة لازم انزل على الارض لحتصورها والجايد قالك مؤمان انك تنزل بن السيارة بهذا المكان اسمع كلام الجايد وما تنزل بن السيارة لانه ممكن يكون في حيوانات ضارية ممكن يكون في حشرات ممكن يكون في زواحف ممكن يكون في اي شي Politikgin terima تبعك او الدليل تبعك يقولك ما تنزل من السيارة فإذاً حافظ على نفسك كتير كتير منيح حافظ على صحتك حافظ على أمانك الشخصي حافظ على أمان اللي معك هذه نقطة كتير كتير مهمة نقطة الرئامة ثلاثة اعرف كاميرتك وعدساتك مسبقاً ما تشتري كاميرا جديدة وتسافر لحت تتصور حياة برية قبل ما تستكشفها قبل ما تعرفها قبل ما تزبط لإعداداتها قبل ما تعرف هي شو بتقدير تعمل أو شو ما بتقدير تعمل ونفس الشي بالنسبة للعدسة جربها بأي مكان جربها بيخد صور يعني تجريبية حتى لو ما كان شتريت العدسة تليفوتو بيجزة تاخد فيها بورتري أو أي شي بس خد صور تجريبية لحتى تعرف إذا الكاميرا والعدسة اثنين بيوضع كويس وكتير كوي مهم يعني لأبعد الحدود مهم أنك أنت ما تاخد كاميرا جديدة عليك كلياً وتروح لحتى صور حياة برية لأن تصوير الحياة برية بطبيعته بده سرعة محتاج تعرف كل شي عن هاي الكاميرا فخلص شتريها قبل بفترة ما هو نشوف الإعدادات تبعتها كل هدول التفاصيل قبل ما تسافر لتصوير الحياة البرية النقطة رقم أربعة هي نقطة كتير كتير مهمة أنا بشوفها كتير كتير مهمة بعض مصورين الحياة البرية بيقول لك أنه لا ما أنا هالقاد مهمة أنا شخصياً بعتبرها مهمة كتير اللي هي أني حضر الميموري تبع الكاميرا اللي هي الميموري واحد واثنين وثلاثة على الدايل بوظف كل واحد منهم لتصوير نوع معين من الكائنات اللي قدامي أو نوع معين من التصوير خلي أشرح لكم كيف أنا وقتلي بسافر لتصوير الحياة البرية رقم واحد دائماً بعمله تصوير الحيوانات الكبيرة بمعنى بضبط توازن الأبيض على ضو النهار بضبط سراعة الشطر على الواحدة على 1250 بضبط ISO عادة على ISO Auto بعدين بغير بعدين إزاليزم الأمر وبضبط فتحة العتسي على أوسع فتحة العتسي بتسمع فيها الكاميرا رقم اثنين لتصوير الطيور لتصوير الطيور اللي بعمله إنه نفس الشي كمان الإعدادات إنه التوازن الأبيض هو على ضو النهار طبعاً كنوا جاهزين كنوا تغيروه بعدين ما نسابط طول النهار هو هذا الشي بس هده بعمل الأساس أنا بهذا الشكل فتوازن الأبيض على ضو النهار واحد على 2500 أو أعلى الشطر سبيد واحد على 2500 كويس كابي داي وفين أرفع بعدين بالنسبة لفتحة العتسي أوسع فتحة العتسي والآي سؤو ده رقم ثلاثة عادة بعمله للفيديو كمان بحط وزن الأبيض على ضو النهار وبعمل واحد على 50 شطر سبيد وبعمل فتحة العتسي 8 أو 11 لأنه قليلاً أحتاجت لحط أندي فلتر بها السرعة ويعني بصراحة أغلب الأحيان أنا بأخذ معي كاميرا تاني للفيديو تكون جاهزة هي وعدستة بس للفيديو لكن في حال أني حتشت ليصور فيديو بسرعة وأنا بأسك الكاميرا باستخدم الملموري تلاتي هل بتكون تقولولي أنه هده الإعدادات سهلة كتير صحيح بس مرات بيتغير شيء أدالك بسرعة وبدأك تصور بسرعة وما عندك أول شيء الوقت الكافي راح تفكر بك الإعدادات والتانية ممكن تنسى شيء يعني كتير عادي أنك تنسى الشتر سبيد أو أنك تنسى فتحة العدسية وتنسى ISO على أوتو وتخرب الصورة تبعتك وبالتالي أنا بقلب مباشرة بين الواحد واثنين وحتى مرات مثلا بحط على الواحد بكون عم صور حيوانات كبيرة بعد بغير إعدادات بغير إعدادات مرات بغير توازن الأبيض لأنه يكون الحيوان قاعد بالظل مرات بغير أي شيء بديه بعدين فجأة بدي رسد كل شيء على الإعدادات الأساسية كل شيء بعمل بروح حالة اثنين وبرجع لواحد خلص ترجع لإعدادات الأساسية اللي أنا حافظة لتصوير الحيوانات وبالتالي بنصحكون كنت عملوا مثلي اختاروا ربما أنتوا تختاروا إعدادات تانية أنا بختار واحد للحيوانات اثنين للطيور وثلاثة للفيديو النقطة رائم خمسة لأنه في كتير ناس بيحسوا أنه طيب أنا كاميرتي بتصور عشرين إطار بالثاني مثلا معي الألف هو أنه بصور عشرين إطار بالثاني بصور ثلاثين إذا بدي بالإلكتروني يشتر وهيك خلني صور بأعلى بيرستريت وبعدين بنقي الصور بديها مظبوط يعني كاميرتك بتصور بسرعات عالية وفيك تستغل هذا الموضوع بمكانه بس دخلتها على أسرع سرعة بيرست بتكون أنت عم تصور بجوز حيوان نايم أو قاعدة بسيطة إذا لم يتصور خمس إطار بالثاني وتاخد الصور الحلوين بدنا أن تصور خمس إطار بالثاني وأنت تصور عشرين إطار بالثاني ومتعبي الميموري كارد بتبعتك ومتصعب مسألة فرز الصور بعدين على نفسك وههم ما في موضوع الميموري كارد والبطارية أمتصرف بطارية كثير وتعبي الميموري كارد بسرعة فإذا أنت عم تصور حيوان قاعد ما نعم يقوم بشيء كثير مميز خلاص خليني على سرعة بيرست خمسة أو عشرة مناسبين جداً 11 حسب الكاميرا بتابعتك لما بتروح لتصوير الطيور بتحولها على 20 أو 30 إطار بالثاني لأنه بيطيروا بسرعة وحتى لما تصور كائن عم يفترس كائن تاني مثلاً بتحطى على بيرس سبيد أعلى هلأ بعرف أنه بتكون تقولولي أنه ليش ما حطيت البرس سبيد بالميموري مظبوط أنت إذا كاميرتك ما فيه ضايل خاص للبرس سبيد أو لسرعة التصوير المتتابع لازم تحطها بالميموري 1 و 2 مثل ما حطيت التوازن الأبيض وفتحت العدسة والشوتر سبيد صحيح الكلام أنا كاميرتي هي الألفا 1 وبالتالي الألفا 1 لازم يدوياً غير البرس سبيد طبعاً لأنه في عندها الديل وهذا الشيء بصراحة ما بعرف شو بحس تجاهه مرات بتمنى أنه لا لو فيني يغير البرس سبيد إلكترونياً بحيث أني سبتها على الميموري 1 و 2 ولأ في عالم بتفضل أن الديل الديل أسهل ووصله بسرعة أكبر ومضمون أكتر أني ما أغلط بسرعة البيرس بس بالمحصلة ما تنسى تغير سرعة البيرس لأنه ما فيك تصور بأعلى سرعة كل الوقت مو لم أصلحتك هذا الشيء إلا لم أصلحتك بالميموري كارد ولا لم أصلحتك بفرز الصور لاحقاً ولا لم أصلحتك بعمر البطارية النقطة رقم 6 ما تنسى تاخد معك بطاريات إضافية وما تنسى تاخد معك ميموري كارد إضافية أو كروت زاكرى إضافية بعرف شو رح تقلي طب أنا عندي ميموري كارد تيرابايت إذا كاميرتي مثلاً نيكون زي ناين وعندي سي إف إكس بريس تايب بي وعندي نصف تيرا مثلاً ما رح يحتاج أكتر من نصف تيرا مضبوط أنت بجوز ما تحتاج أكتر من نصف تيرا بس أولاً بجوز تحتاج صورت برس كتير أو شيء من هذا النوع ثانياً الميموري كارد بجوز تعطل بجوز توقع بالمي ويجوز توقع بالوحل لازم يكون في عندك باكاوب حتى لو أنت بتعتقد أنه كاميرا ميموري كارد واحدة رح تكفيك نفس الشي بخصوص البطاريات أنه أنا عندي باتري جريب للألفا وان بحط في بطاريتين بيكفوني نهار كلياتو على الأكيد يعني أنا بمسايا مرة الماضية خمسة أيام ولا مرة واحدة بس يمكن طريت أن يبدأ البطارية مرة واحدة فقط البطاريتين موجودين بالباتري جريب تبع الألفا وان بيكفوه بيوفوه بس طيب بلكن سيتها للكاميرا شغالة بالشنطة بتحمى وبتخلص بطاريتها بسرعة بلكي وقعت البطارية بالماء بلكي صار أي شي دائما لازم يكون في عندك بطاريات إضافية ودائما لازم يكون في عندك ميموري كاردس إضافية نقطة رقم سبعة ما تخجل من الدليل تبعك ما تخجل من القايد اللي رايح معك برحلة السفاري في جانبين لهذا الموضوع الجانب الأول أنك تطلب من القايد تبعك أنت شو محتاج هلأ مرات كتيرة وانت تكون مسافر لحياة البرية لأنه يكون متحمس كتير بدي يفرجيك كل الأشياء الحلوة بتلاقي عم بيقلك أنه والله هلأ عرفت أنا على الراديو بعتولي أنه في فهدي عم تفترس غزال هلأ وتعال روح نصوره مباشرة وكذا بجوز أنت ما بيهمك الموضوع بجوز ما بدك تمشي بهالسرعة بالبراري مشان توصل لما كان يمكن تلاحق الفهدي عم تصيده يمكن لا قل له أخي أنا ماني مهتم لا خلني روح تفرج على الزرافات على حمير الوحش على أي كائن آخر مرات الجايد بيكون مستعجل حتى يعطيك أجمل صورة ممكنة بس أنت مو بدك إياها أنت بدك الصور البسيطة الطبيعية للكائنات العادية اللي عم تشوفك اليوم بدك تستمتع بهذا الشي بدك تستمتع برحلة ظريفة وخفيفة وما فيها كتير ضجة وما فيها كتير مشاكل فقل له للجايد تبعك أنت شو بتفضل بموضوع شو حابب أنك تشوف شو حابب أنك تصور من ناحية تانية بيوقف الجايد تبعك مرات بيقلك يلا صور بيسئلو لا قرب لي السيارة شوي لقدام أنه مثلا في شجرة بديها تكون جنب الحيوان اللي أنا عم صوره مباشرة أو بدي ألاين من بين شجرتين يكونوا بالضبط وراء بعضهم أو بدي شجرة بنص الجبل أو شي من هيك أو الحيوان بنص الجبل أو الحيوان يكون لفوق شوي أو لتحت شوي فقل له معلش حرك سيارة لقدام شوي رجع بسيارة لورة شوي خذ الوضعية اللي أنت بدك إياها ما تخجل من الجايد تبعك لهم موجود لخدمتك ما تخجل منه لحتى تاخد الصورة اللي أنت بدك إياها فيه لقطة مهمة أنه ما تخالفه لو يكون موضوع العلاقة بأمانك بتبالت لك قبل شوي هلأ في صور كتير أحلى أنك تنزل فيها لتحت يعني تصورها على مستوى الأرض فيك تصور من السيارة تنزل أغلبيت السيارات مجهزين لهذا الموضوع تنزل على بطنك وتنزل إيدك لتحت لحت تتصور فطلع الصورة حلوة وفي مرات بيكون أمان أنك تنزل وتصور لتحت بس الجايد تبعك هو اللي بيخبرك إذا أمان تنزل إيدك لتحت وبجوز ما أمان تنزل إيدك لتحت بجوز فيه أفاعي بالمنطقة بجوز فيه كائن آخر ممكن يجي وإنتي منزل إيدك يضرك أو شي فاسأله للجايد إذا كان من الأمان تنزل جسمك لتحت أو إذا كان من الأمان تنزل من السيارة في معدى ذلك طلب من الجايد وقل له أنت شو بدك وقل له شو بتفضل نصيحة رقم 8 تذكره في أنواع كتير من الصور اللي فيك تاخدها أثناء السفر لتصوير الحياة البرية يعني مو بس البرتري تبع الحيوانات كلنا منحب البرتري تبع الحيوانات مناخد صورة قريبة لوش الفهد لوش النمر لوش الأسد لوش الغزال لوش أي شيء مناخد صور قريبة أو حتى مو بضرورة الوش ممكن تكون الجسم كاملا بس هي بورتري أخذ الحيوان فقط بس مرات كتيرة بيكون حلو أنه نعمل زوم آت شوي ونصور الحيوان ضمن بيئة الطبيعية هذا الشيء بيعطينا رواية قصة أكتر بيعطينا جانب شعوري أكتر بيعطي الصورة بحد ذاتها بهجة أكتر أو كونتكست أكتر ما أقول دائما هيك لا نوع مرات بورتري مرات حيوانات ضمن البيئة الطبيعية مرات ليندسكيب بيكون في عندك منظر كتير حلو قدامك بدأك تصوره مرات حيوان بالبعيد كتير وانت عم تصور المنظر الطبيعي وفيها الحيوان هذا بالطرف مرات السيارة سيارة ليند كروزر ذات نفسها اللي بتسافروا اللي بتطلعوا على السفاري فيها بتعملوا المنظر كتير حلو إذا كانت واقفة لحد شجرة أو شيء مثل الصور اللي شايفينها فيه كتير أشياء ممكنك تعملها من الصور المفضلة عندي هي صور السلويت لما تكون الصبح بكير أو المساء قبل غياب الشمس أو أثناء غياب الشمس بنعمل صور السلويت اللي هي بيكون فيها باك لايت كتير وبناخد صور الحيوانات أو الكائنات الأخرى بيجوز بشر بيجوز سيارة بيجوز شجرة بيجوز أي شيء بناخد السلويت أو الشادو طبعا الظل طبعا تطلع صور كتير حلو فإذا نتذكر أنه لازم تنوع بالصور قد ما فيك النصيحة رقم 9 دروس الوجهة اللي أنت رايحة عليها يعني قبل ما تروح على مساي مارا روح تدروس على مساي مارا شو أنواع الحيوانات الموجودة فيها شو المخاطر الموجودة فيها شو الأشياء الحلوة الموجودة فيها وشوف صور على فلكر على بنترست على أي مكان على الفيسبوك مرات على انستجرام شوف صور لهي المنطقة لأنه بجوز تكون كتير حلو أنا كتكرر نفس الصورة بجوز تشوف صورة المنطقة ورا الشجرة مثلا بتقول لا بدي أعمل مثل هاي الصورة وتقول له اللي جاية تبعك بدي أحفظ له إياها اللي بدي مثل هاي الصورة هو بيزبط لك إياها مش هتأخذ هاي الصورة بجوز تشوف كائن معين تقول له لجاية تبعك أنا حاب شوفه له هذا الكائن ما حاب أني أرجع بلا ما أشوفه الدروس المنطقة اللي انت راح عليها دروس طبيعتها دروس الحيوانات اللي عايشة فيها دروس أفضل وقت من السنة لزيارتها ممكن يكون هلأ في كتير ناس بتروح خلال الهجرة الكبيرة على سبيل المثال وهذا الشيء كتير حلو أكيد كتير حلو بس مشكلته أنه بيكون العشبك شوي عالي وبالتالي وفيك تصور الحيوانات القصيرة شوي فلذلك أنت لازم تدرس الوجهة ولازم تدرس أفضل وقت لزيارتها ولازم تدرس أيضا سلوك الحيوانات اللي فيها وأنواع الحيوانات اللي فيها ولازم تشوف صور كتير للتغذية البصرية وتحاول لك تعمل مثل الصور الناشحة ومثل الصور الحلوة اللي شفتها أي أن كان المكان اللي انت لقيته النصيحة رقم عشرة هي ما أنا نصيحة الحقيقة هي طلب وترجي خاص احترم البيئة ما تخرب على هالكائنات اللي انت راح تصورها ببيئة الطبيعية ما تكب بلاستيك يعني مثلا النينة الماء لبلاستيك بالأرض ما تكب كلينيكس بالأرض ما تخرب البيئة الطبيعية بأي شكل الأشكال وحاول تقوله للجايد طبعك أنه ما يقرب كتير على الحيوانات ما يزعجها ما يخرب للمناطق اللي هي عاشية فيها هي ولادة كتير ضروري أنه ترجع من دون ما تكون عملت أي أذية للكائنات اللي انت رايح لحت تتصورها ولحت تشوفها هدول الكائنات يمكن نادرة يمكن معرضة للإنقراض مضل منها كتير أولادك وأولاد أولادك لسه رح يكونوا حابين يروحوا يشوفوها احترم الطبيعة احترم المكان اللي انت رايح فيه وترك أثر طيب وترك كلمة طيبة عند سكان المنطقة الأصليين اللي هنا عم بيساعدوك وبالنهاية بتمنى لك رحلة سعيدة بتمنى لك التوفيق وأجمل الصور وشاركنا الصور تبعتك هون ولا على إنستجرام عملنا تاج لما بتصور صور حلوين عملنا تاج على إنستجرام وفرجينا صورك لحياة البرية وخبرونا هلا بالتعليقات هالنصائح العشركات مهمة بنسبة للكون وهل حابين يترى ندخل أكتر بعمق بإعدادات الكاميرا نصائح عشرة لإعدادات الكاميرا لتنى تصوير الحياة البرية خبرونا بالتعليقات وفي هالوقت شكرا للمتابعتكم هالفيديو إن شاء الله كان مفيد وممتع بالنسبة للكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وبقناتنا الإنجليزية والرابط بالشريح تحته رحلة ونسخة من هذا الفيديو على القناة الإنجليزية وأيضا على حساباتنا ووسائل التواصل الاجتماعي وأنا بشوفكم بالفيديو القادم and cut